أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة تطوير التجمعات الحضرية التي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن مرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة وأكدت وزارة التخطيط هالا السعيد أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعا حضريا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وعددها 20 محافظة يستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن